خلينا نتابع زي ما إحنا متعودين أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة والأنشطة ومراستنا العزيزة منا إبراهيم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة منا صباح الخير بصبح لكي أنا وكريم كل جماهير عشر الصبح في الأهلي تفضلي صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من عشر الصبح في الأهلي وكمان أخبار رياضية أهلوية كمان جديدة وزي ما قلت أنا واندنا في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة علشان نقل لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة طبعا يعني خلوني في البداية أقول لكم أنه في عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بدأ بالتوافد فعلا على المقر هنا بالجزيرة في عدد كبير من الأعضاء موجودين من ساعة تقريبا من دلوقتي كمان درجة الحرارة يعني دي ممكن المساعدة أو مشجعة عدد كبير من الأعضاء أن هم يبقوا موجودين يستمتعوا بوقتهم في الجو دلوقتي درجة الحرارة من داخل النادي هنا 14 درجة والجو مستقر إلى حد ما خلوني أقول لكم أنه الفريق الأول طبعا لقرة القدم في راحة وفي أجازة الالتقاط الأنفاس بعد طبعا ضغط المبارات الكبيرة اللي كانت في الفترة اللي فاتت لكن دلوقتي أو يعني من شوية كنت طبعا يعني بتكلم مع أعضاء النادي كان فيه أحاديث جانبية كمان وكل الكل بيتكلم عن مبارات منتخبنا الوطني مع السنغالي يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله بالليل طبعا يعني كله بيتكلم عن توقع المبارات ووقعات المبارات هتمشي ازاي أو تشكيل المبارات الميستر كروش خطته هتكون ازاي بس ان شاء الله بنتمنى كل التوفيل لمنتخبنا الوطني ان شاء الله يحققوا الفوز قبل مبارات العودة اللي هتكون يوم الثلاثة لقادم 29 مارس في السنغال كمان إدارة النادي طبعا في كل المقرات كالعادة في المباريات المهمة للنادي الأهلي او حتى لمنتخبنا الوطني بتستعد بشكل كبير ان هي تستقبل اكبر عدد ممكن من الاعضاء في الثلاثة افرع للنادي سواء المقر الرئيسي في الجزيرة او مدينة نصر والشيخ زايد كمان من خلال الشاشات العرض اللي بتكون كبيرة ان هما يستمتعوا بمشاهدة الماتش خلونا بقى نبتدي اخبارنا النهاردة وفريق اليد رجال تمرينهم النهاردة على صالة الامير عبدالله الفيصل وبيستعدوا لمعاجهة نادي سبورتنج يوم الثلاثة اللي جاي ان شاء الله 29 مارس في اول مباريات الدورة المجمعة التانية والاخيرة من بطولة الدوري طبعا الجهاز الفني الجديد اللي بيحاول ان هو يستعيد قوى الفريق بشكل كبير بعد الفترة الاخيرة سواء يشتغل بشكل مكسف جدا بدنيا وفنيا كمان علشان يستعيد قوى الفريق مرة تانية كمان اللاعب او لاعب الفريق عمر سامي اللي كان عنده اصابة من فترة في القدم بيواصل لسه استعداداته بيواصل البرنامج التأهيلي والعلاجي علشان يرجع بشكل قوي للملعب ان شاء الله مرة تانية اما سيدات اليد بقيادة المدير الفني كابتن يحيا يوسف يعني مبارح طبعا زي ما شوفنا المباراة كانت قوية بين نادي سبويتنج ونادي الاهلي خسروا من يعني خرجوا متأهلوش للنهائي كاس مصر لكن جات مباراة صراحة قوية او مختلفة شوية في الاول قدر فتيات او لاعبات نادي سبويتنج ان هما يخلصوا الشوت الاولاني بفرق كبير 15-8 لصالح نادي سبويتنج ولكن طبعا الفارق زاد اكبر مع بداية الشوت التاني لكن قدرت لعبات النادي الاهلي ان هما يحاولوا يعملوا ريمونتادة قوي وسريع قدروا ان هما يقللوا الفارق ده لكن في الاخر ما كانش فيه نصيب او ما كانش فيه حاز كافي ان هما يقدروا يكذبوا الموتش بعد حتى ما حاولوا يعملوا ريمونتادة بالقوة دي وانتهت المباراة بفرق نقطة واحدة بس 26-25 لصالح نادي سبويتنج هيلعب ان شاء الله على المركز الاول والتاني في مباراة النهائية هتبقى ما بين نادي الطيران والزمالك الكسبان منها هيواجه نادي سبويتنج على المركز الاول والتاني والخسران هيواجه النادي الاهلي على المركز التالت والرابع كمان الجديد بالذكر ان فتيات النادي الاهلي لكرة اليد هم حاملين لقب البطولة اللي فاتت بعد ما كسبوا على في المباراة النهائية أمام نادي الزمالك واستكمالا لأخبارنا النهاردة والعاب الصلاة فريق الأول لكرة السلة رجال النهاردة بيتمرانوا الساعة 2 العصر استعدنا للمواجهة التالتة مع نادي مصر للتأمين من بطولة دوري السوبر للمحترفين كانوا فايزوا في المباراةين السابقتين وده طبعا باستوف ثري خصوصا أنه يعني خزبوا المطشين اللي فاتوا مستر اوجيستي بوش المدير الفني الأسباني للفريق بيحاول أنه هو يكسب المباراة اللي جاي علشان يتأهل للدور القادم إن شاء الله من البطولة أما سيدات الأهلي مبارح طبعا هم دلوقتي في معسكر في برج العرب في اسكندرية وبيستعدوا بشكل قوي لمبارايات دوري السوبر أمام هليوبلس بكرة إن شاء الله في المواجهة التانية من دوري السوبر للمحترفات فايزوا مبارح برضو على نادي هليوبلس بنتيجة 92-82 ومباراة شهدت تقلق كبير للمحترفة محترفة الفريق إتالي لوكس اللي لوحدها كانت أحرازت 26 نقطة من أصل 92 كمان يعني يمكن لعابة الفريق سورايا محمد طبعا من أهم أو يعني أحد أبرز وأهم لعبات الفريق كانت مصابة من فترة بقطع في الرباط الصليبي دلوقتي في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيل إن شاء الله ينتهي على خير وترجع مرة تانية للمباريات والفريق أما سيدات الطائرة فتمرينهم النهاردة الساعة سبعة ضمن منافسات طبعا يعني بيستعدوا عفوا بشكل قوي لمبارات وادي دجلة يوم الحد اللي جاي في نصف نهائي بطولة الدوري والفريق كله الحمد لله بدون أي إصابات وأخيرا رجال كرة الطائرة بكيادة كابتن محمد مصلحي بيواصل لاستعداد الدور النصف نهائي من بطولة الدوري الفريق كان نجح في أنه يتخطى عقبت نادي هيليوبلس في مباراة اللي جاية وهيلاعب نادي الزمالك في الدور اللي جاي من البطولة يعني يا نهواندي الكريم دي كانت كل أخبارنا من داخل المكر الرئيسي بالنادي الأهلي بالجزيرة لعودة إليكم مرة تانية في الستوديو تفضل يا نهوان مشكورك جدا إحنا كمان يعني على هذه التغطية الرائعة منك يا منا شكرا جدا ويمكن من الباكراوند نقدر نأكد كلامنا إن فعلا الجو بقى مستقر أوش فيه شمس يعني فيه أجواء أعتقد كويسة وده برضو منعكس على الأعضاء فيه ناس كتير جدا في الباكراوند يعني ده واضح إن كمان ده المدخل فمن جوه أكيد فيه ناس كتير عايزة أقولك الأعضاء بيروح من بدر جدا أقول ناس كبان كفار السن دايما ممكن على الشمس ما تستعجليش يا ستكور الفترة الجاية إن شاء الله هتكون مليانة شمس وفي بعض الأحيان بتبقى يعني حارقة الحقيقة طيب